اشتركوا في القناة ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله ذكرنا في الأسبوع الماضي أن البيئة في جل المدارس التي يحضرها أولادنا بيئة فاسدة غير صالحة لهم بل هي بيئة نتئة تشكل خطرا على دين وأخلاق أولادنا فَيَجِبُ عَلَيْنَا نَحْنُ الْآبَاءَ أَنْ نَعْمَلَ مَا فِي وُسْعِنَا لِحِمَايَةِ أَوْلَادِنَا So we mentioned last week that the environment in the vast majority if not all the schools that our children attend is a corrupt and an immoral environment the environment in these schools is corrupt and it is immoral And it is not healthy for our children As a matter of fact If I can say it very bluntly It stinks And it poses a danger To the religion, the faith And the values And the morals of our children And it is our obligation As parents To do whatever we can To protect our children From all of those dangers ثُمَّ ذَكَرْنَا بَعْضَ مَا يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنَّقُومَ بِهِ لِحِمَايَةِ أَوْلَادِنَا Then we started mentioning Some of the things that we can do In order to protect our children وَمِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ عَلَيْنَا أَنَّكُونَ قُدْوَةِ لِأَوْلَادِنَا فَكَمَا ذَكَرْنَا الَّذِي يُرِيدُ مِنْ أَوْلَادِهِ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُقِمِ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِهِ وَالَّذِي يُرِيدُ مِنْ أَوْلَادِهِ أَنْ يَكُونُ عَلَىٰ خُلُقْ فَلْيَكُنْ خَلُوقًا هُوَ From those matters that we mentioned Or those things that we mentioned That one has to do in order to protect their children We said that we must be examples Or role models for our children And we said for example If you want your children to pray Then you have to establish the prayer yourself And if you want your children to have good manners Then you have to practice good manners as well وَكَذَلِكَ عَلَيْنَا بِالْدُّعَاءِ فَكَمَا ذَكَرْنَا إِنَّ الْأَمْرَ بِيَدِ اللَّهِ كُلْ شَيْءٍ بِيَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَّعَالَىٰ And from the things we have to do Is supplicate to Allah Turn to Allah subhanahu wa ta'ala day and night After all, everything rests in His hands He subhanahu wa ta'ala manages and controls all the affairs So it only makes sense to turn to Him So we beg of Allah subhanahu wa ta'ala to protect us And to protect our children And to keep us steadfast upon this religion وَكَذَلِكَ قُلْنَا أَنَّهُ عَلَيْنَا أَنَّ تَحَاوَرَ مَعَ أَوْلَادِنَا فَإِذَا رَجَعُوا مِنَ الْمَدْرَسَةِ نَسْأَلُهُمْ مَاذَا تَعَلَّمْتُمُ الْيَوْمُ وَنَسْأَلُهُمْ عَنْ تِلْكَ الْمَوَضِيعَ الْحَسَّاسَ الَّتِي نَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا وَنُذَكِّرُهُمْ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَّعَالَى وَنَسْأَلُهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ هَلْ صَلُّوا أَمْ لَمْ يُصَلُوا وَهَكَذَا We also said that we need to speak to our children. We need to talk to them. So when they come back from school, ask them what they learned at school. Speak about those sensitive topics that they may have listened to at school. We're afraid for our children. So we want to know what was said to them. What kind of poison were they fed? Remind them of Allah subhanahu wa ta'ala. Because at school we said that they want to remove Allah from every equation. And we want to make sure that Allah is present in every equation. Ask them about their prayers, whether they prayed or not, and so on and so forth. وقلنا أنه علينا أن نقوم بواجب تعليمهم أمور دينهم. والأمر هذا أظن واضح جدا. فولدك هذا إذا كبر وأخذ الدكتورات وليس الدكتورة واحدة فقط وبدأ يعمل ويكسب المليارات لكنه لا يعرف كيف يتفهر وكيف يصلي لربه فما قيمة هذا الولد؟ وما قيمتك أنت كأب؟ لم تعلم ولدك أمور دينه لم نقل اجعلوا أولادكم علماء دين لا ولكن على الأقل علمهم المبادئ من هو الله ما حق الله علينا وما حقنا على الله كيف تصلي كيف تتطهر هذه أمور بسيطة جدا وكثير من أولادنا قبل أن يحفظ الفاتحة أو سورة الإخلاص يستطيع أن يغني وأن يذكر تلك الكلمات القبيحة التي يسمعها على التلفاز مثلا فَانْتَبِهُمْ أَعْلِمُهُمْ أُمُورَ دِينِهِمْ أن يحفظ الفاتحة أو سورة الإخلاص and they don't know how to pray to Allah سبحانه وتعالى what good are they they are useless and before them we are useless for not teaching them and educating them never have we said that we need to turn our children into scholars of religion but teach them the basics teach them who Allah is teach them the rights of Allah over them and their rights over Allah teach them how to purify themselves teach them how to pray to Allah سبحانه وتعالى these are basics that every single one of us has to know and it's sad from those basics is for us to teach them things like Surah Al-Fatiha which they will have to know for each and every prayer but our children can sing filthy songs that they are exposed to day and night online and on television before they even know the beginning of Surah Al-Fatiha so that's due that duty of ours which is to teach them their religion وَمِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ عَلَيْنَا أَنْ نُعَلِّمَ أَوْلَادَنَا أَهَمِّيَّةَ وَبَرُورَةَ إِخْتِيَارِ السُّحْبَةِ صَالِحَةَ and from that which we mentioned is that we have to teach our children yes, teach them the importance and the necessity of choosing righteous companions and friends teach them how to choose their friends وَأَنْصَحُ الْجَمِيعُ أَنْ يُحَفِّظَ أَوْلَادَنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَلَّتِي سَأَذْكُرُهَا لَكُمُ الْأَنْ لَيْسَ فَقَطْ أَنْ تُحَفِّظُوهُمْ إِيَّاهَا وَإِنَّمَا أَنْ تَشْرَحُوهَا لَهُمْ أَيْضًا and I advise every single one of us here to teach our children the following ahadith the ones that I'm going to mention not only make them memorize these ahadith but also talk to them about what these ahadith mean من تلك الْأَحَادِيثِ طَوْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرُ from those ahadith is the one in which the Prophet ﷺ has said the example of the righteous companion, the righteous friend and the evil companion is like that of the perfume merchant and the blacksmith who works with bellows وَمِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلِ of those ahadith is the words of the Prophet ﷺ an individual will be upon the way, upon the faith, upon the religion, upon the habits of his close friends so let each one of you be cautious and be careful of whom he takes as a close friend وَمِنْ تِلْكَ الْأَحَدِيثِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا and the last of those ahadith I want to share today is the words of the Prophet ﷺ take no companion except a believer so our children have to understand that the number one priority when choosing friends is that they must be Muslims but for a lack of better terms practicing Muslims Muslims who have good character and good manners Muslims who obey Allah فلابد وأن نؤكد على أولادنا ضرورة أن يكون أصحابهم من المسلمين ذوي الأخلاق الحسنة وذكرت ذلك في الأسبوع الماضي الأخلاق الحسنة نريد لأولادنا أن يصاحبوا أولاداً ملتزمين بدينهم وقلنا أنه علينا أن نراقب أولادنا بمعنى أنه لا يخرج ولدك من البيت إلا وأنت تعرف أين يذهب ومع من يذهب قلت أيضاً راقبوا هواتفهم الذكية وأجهزتهم الإلكترونية ما هي المواقع التي يزورونها ومع من يدردشون مع من يتواصلون على مواقع التواصل الاجتماعي راقبوا أولادكم ومع من تضيع أن نعرف جديد مقاربوا يجب عليهم أن تأخرين ومع من يتواصل من يتواصل قلت الأمر جس puerta000 لا تنعرف جديد مقاربوا ومع من يتواصل قلت الأمر What are they up to on social media? Are you aware of that? You need to be aware of it. الأسبوع الماضي بعد الخطبة فإذا بي أرى رسالة من أم رسالة أبكتني والله تقول لي هذه الأم أنها اتشافت بعد أن قرأت على جوال ابنها صدفة يعني هي لم تكن ممن تراقب أولادها وإنما صدفة رأت دردشة بين ابنها وأصحابه واكتشفت من خلال تلك الرسائل أن ابنها شاذ جنسيا بل كان في علاقة مع ولد آخر ثم قطع ذلك الولد العلاقة بابنها وهو حزين يشتكي ذلك لأصحابه ثم حينما تحدثت معه قال لها يا أمه أنا أحب الصبيان والبنات بعد حسبي الله ونعم الوكيل من أين تعلم ذلك؟ تعلمه من المدرسة تعلمه من ذلك الجهاز الذي وضعته هي في يبه فانتبه عندما تحدثت معه من المدرسة فانتبه 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 من المدرسة لأتبع القناة فانتبه من كلام فانتبه carrots Biد من ما أهلا أعمال وموثاب الضبيعي و vet jeden بل انه ستبقين معهيده وموثي من المدرسة وغ sofort Wähодар y counting أنها سبقين أنتبع стخص ستبقى لا هو فانتبقى he was in a relationship with another boy and he was complaining to his friends that the other guy dumped him and when the mother spoke to him he said mom really I like boys and girls where did he learn that from certainly not from the home But rather From that device That the mother put in his hands And from the school Did we not say that the environment Stinks? Absolutely So you and I have to monitor Our children هذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي واقولوا مستعينا بالله إن هناك أمور أخرى وأذكر بعضها اليوم أقول مما ينبغي علينا فعله أن نكون نحن الآباء نشيطين أو نشيطين في الجالية لا تعتمد على المسجد أو المركز الإسلامي أنت كأب أنت كأم أنتم مسؤولون فكونوا على التواصل مع المسلمين المحافظين في جاليتنا نحن بحاجة إلى نشاطات ومرة أخرى لا تعتمد على المركز الإسلامي نحن نحتاج على سبيل المثال إلى مجموعات شبابية فأين أنتم لماذا لا تتكلمون وتستشيرون حتى أولادكم ونكون هذه المجموعات وأعدكم لو أن هناك أفكارا مناسبة وأتيتم بها إليه فسأعمل المستحيل حتى ننفذ هذه الأفكار والمركز الإسلامي هذا ليس ملكا لي ولا ملكا للإدارة هذا المركز لنا جميعا فلو كانت هناك نشاطات مناسبة لا تخالفوا مبادئنا الدينية فأعملوها في هذا المركز وإن لم تستطيعوا فأعدكم أني أساعدكم على إيجاب مكان تمام إذن كونوا نشطين في الجالية لا تنتظروا الآخرين لا بد من المبادرة أنتك أب أنتك أم أنتم مسؤولون بين يدي ربكم سبحانه وتعالى نسكن في هذه البلاد إذن نتحمل المسؤولية so those are some things we mentioned last week let me complete by mentioning a few more things today of those things is that look we want to protect our children then you and I have to become active in our community do not depend on the masjid do not depend on this or that Islamic center no you as a parent are responsible before anyone else you are responsible for your children we know the needs that we have you know that there are other families in our community who have the same concerns as you so reach out to those other families those other Muslims who are concerned about their religion and about their about their children brainstorm with them talk to your children about some of their needs we need as an example we want youth groups talk to your children see how we can set up a youth group do not depend on others you must be at the forefront as a parent you will be asked before anybody else and I said that this center as an example doesn't belong to me nor does it belong to the directors of the society that is registered under this is our center so if you have ideas and they don't you know contravene our Islamic teachings and they are appropriate ideas I personally will bend over backwards to make this place available so that we can see those ideas come to fruit if we can't do it here I personally will help you to find a place where we can do it we have to care for our children get involved don't sit on the sidelines and complain that nobody is doing anything point the finger at yourself first you're sitting on your backside doing nothing what about that they're doing nothing and what about you you're excluded what you're too good they're your children for God's sake take on the responsibility we live here so let's carry that responsibility on our shoulders on our shoulders ومما علينا أن نقوم به هو أن نعلم أولادنا أنه يجب علينا أن نكون فخورين بديننا ولا نخجل أبدا من هذا الدين أو أي حكم من هذا الدين لا نخجل من ديننا أبدا أبدا وإذا أساء أحد إلى ديننا فلا نتركه لا تكون جبانا رد عليه ولكن بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن لابد أن نعتز بديننا ولا نعتبر عن حكم من أحكام هذا الدين أي حكم إسلامي لا نعتذر عنه أبدا ليس هناك شر في هذا الدين ولا يجوز لنا التميع لا يجوز ذلك البتة البعض يميع أملا من الآخر أن يقبله وهذا أمر محال وهذا أمر محال لماذا قلنا إنه لا يجوز لنا التميع ولا يجوز لنا أن نبدل أو أن أن نعدل أو شيئا من ذلك أذكر لكم سببين الأول كما ذكرت أنه إنه لا يجوز شرعا لأن الحكم لله الحكم لله والله يحكم لا معقب لحكمه إذن لا يجوز وكذلك يخبرنا الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا إذن لا نتنازل عن هذه المبادئ أبدا هذا ليس بديني ودينك هذا دين الله عز وجل من أعطاك من أعطاك الصلاحية أن تعدل وأن تؤول لا أحد إذن هذا السبب الأول أنه لا يجوز شرعا وأعطيتكم دليلين على ذلك والسبب الآخر أنه محال لن يحدث أبدا تتنازل عن المبادئ أملا منهم أن يقبلوه قال الله جل وعلا ولم ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملتهم لن يتركوك حتى تترك دينك حتى تترك جميع مبادئك تتنازل عنها جميعها فانتبع المبادئك صلى الله عليه وسلم have decided and decreed a matter that no one no believer male or female has the rights to give their opinion they don't have a choice in the matter Allah says do You can't say yeah but No you don't have that right And he tells us that Whoever then disobeys Allah and his messenger Sallallahu alayhi wa sallam That they have gone far far astray So we need to teach them That there is no compromising Our principles Our basic principles There is no compromising in the religion So the first reason that we cannot Water down this religion Is that it's not permissible And I gave you the two evidences The second reason is It will never happen Compromising And giving up some of our principles In the hopes that the other Will approve of us And accept us Is not going to happen With a certainty Allah tells us in the Quran What means That the Jews and the Christians Although they are mentioned It's because they are the majority Any disbeliever is included in this The Jews and the Christians Will never be pleased with you They will never approve of you They will never be happy of you Which means it will never happen Until You follow their way Until you follow their faith Until you follow their religion Until you adopt their values So it's never going to happen This religion doesn't belong to me Meaning I didn't invent it Nor did you We did not legislate this religion It is Allah subhanahu wa ta'ala Who did so So he and he alone Has the right To legislate And none of us Has the right None of us Has the right To alter things We have to teach Our children also Not to be cowards If anybody Attacks our religion Do not take it Don't Just sit there And say Oh well No Stand up Stand up for your religion Respond to them But in the best possible manner Don't become foul and vulgar Don't resort to violence These are not the ways That we respond Respond in the best manner You don't know how Ask Learn And then go back and respond If I ask If I ask one To our religion We have to 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 This thing We have to It doesn't mean That 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 We have to وَسَبِّ الْإِسْلَامِ وَسَبِّ اللَّهِ وَسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَدَلِيلِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَبِّي جَلَّ وَعَلَى وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Now having said all of that, yes we respond to them We teach our children that you don't become cowardly, respond to them But in the best manner, you don't know how Come back, ask, then go back and respond But this does not in any way, shape or form Mean that you insult their religion Or that you insult what they worship besides Allah subhanahu wa ta'ala And especially when that is going to lead to them insulting Islam Insulting Allah and insulting the Prophet sallallahu alayhi wasallam This is why Allah tells us what means This is my evidence Allah tells us what means Do not insult what they invoke besides Allah Lest they insult Allah spitefully out of ignorance وَمِمَّا يَنْبَغِي فِعْلُهُ الْحِوَارُ مَعَ الْمُعَلِّمِينَ كَمْ مِنَّا تَوَاصَلَ مَعَ الْمُعَلِّمِينَ هَلْ أَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّنَا مُسْلِمُونُ هَلْ أَخْبَرْنَاهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامُ هَلْ أَخْبَرْنَاهُمْ عَنْ أَعْيَادِنَا هَلْ أَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّ أَوْلَادَنَا لَنْ يُشَارِكُوا فِي مَادَّةِ الْمُوسِيقَةِ مثلاً هَلْ أَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّ أَوْلَادَنَا لَنْ يُشَارِكُوا فِي أَيِّ نَشَاطٍ لَهُ عَلَاقَةٍ بِعِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ لا هالوين ولا كريسمس ولا شيء من تلك الأعياد هل توصلنا معهم؟ ونحن من طرفنا أرسلنا لكم نموذجا لرسالة يمكن تقديمها للمعلمين وللمدرسة وأيضا يمكنكم أن تخبروهم أنهم لو أرادوا أحدا يأتي ويكلمهم ويحدثهم عن الإسلام فنحن جاهزون from the things that we have to do is that we need to communicate with our children's teachers have you reached out to them? have you spoken to your children's teachers or sent them an email or a letter informing them that we are Muslims وقد تكونوا بعض القيم الكندية تتعارضوا أو لا توافقوا القيم الإسلامية لا بد أن نذكر لهم ذلك have we told them that some of your values may not align with ours we are Muslims have we told them about salah about fasting in Ramadan have we talked to them about Eid have we informed them that our children will not take part in subjects such as music and that they will not take part in any activities that have to do with non-Muslim celebrations and festivals and we have our own two festivals in the year Eid al-Fitr and Eid al-Adha ونؤكد على المعلمين أننا نؤمن بمبدأ لكم دينكم وليدين نحن لا نفرض ديننا عليكم وأنتم لا تفرض علينا دينكم قيمنا واضحة نحن لا نفرض عليكم قيمنا وأنتم لا تفرض علينا قيمكم الامر سهل and at the end we want to confirm and let them know that look we're not forcing our religion or our values on you but we also expect that you will not force your values and your religion on us we believe in a very solid principle we find it in our book لكم دينكم وليدين to you is your religion and to me is mine I don't force my values or my religion on you well I expect that you also will not do that you will not force yourself or your values on me we've also sent out an email and a whatsapp message and in it there is a sample letter that you can send to the school so if you wish to do that you're free to do so you're welcome to change it as you see fit for your own children or your own circumstances and if you want to inform your school that we have people who can come and speak to you about Islam and Muslims and give you some sensitivity training then we are more than willing we are more than willing to do so طيب هذا يا إخواني وأخواتي وهناك من الناس من يقول طيب هذه الأمور التي ذكرتها كلها جيدة إلا أنه لماذا لم تتحدث عن التدريس المنزلي ولماذا لم تتحدث عن إنشاء مدرسة إسلامية أقول نحن نريد أن نكون واقعيين نعيش مع واقعنا أنا أتحدث الآن معكم معشر المسلمين في مدينة فيكتوريا وأنا أعرف أن كثيرا من الآباء والأمهات ظروفهم لا تساعدوا على التدريس المنزلي فلذلك ذكرت ما ذكرته ولكن مع ذلك أقول إن كنت قادرا على ذلك فلتفعل درس أولادك في المنزل هناك برنامج ممتاز من قبل الحكومة فإن استطاعت أن تعمل فعمل now I've mentioned all of these things and some people object and they say hang on a second what you should be talking about is how everybody must homeschool or the only other option is an Islamic school my response to that is I want to be as realistic and as practical as possible yes homeschooling is ideal but I know the community that I'm in I'm speaking to you here in Victoria BC and there are many and I dare say the vast majority have circumstances that don't allow them to homeschool but if you are able to then by all means homeschool there's a wonderful program out there so yes if you want to homeschool do it I encourage it you want to do it here with a group of other parents you have permission no two ways about it well and the last solution is an Islamic school oh people do you understand that the thing is not yes in the future in the future but you know that this is a lot that the million 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 need to have a special environment they need to have a training they need to get to to the the Lord Allah is to if you طلب من أحدنا شهرياً خمسين دولاراً للمركز أو للمسجد نستفقل ذلك هل بعد ذلك إذا طلبتم بألف دولار على كل طفل يسجلونه في المدرسة لن تشتكوا يعني خلونا نكون واقعيين نعم نسعى إلى ذلك ونسأل الله عز وجل أن يؤثر الأمر ولكن الواقع أن الآن لا يمكن لنا ذلك وهنا أنبه على أن هناك مدارس تسمى مدارس إسلامية في كثير من المدن في كندا وفي أمريكا ولكنها غير إسلامية وعندي تجربة عن قرب فانتبهوا يعني لا يكفي أننا ننشئ مدرسة ونسميها مدرسة إسلامية ثم هي غير إسلامية واللبيب بالإشارة يفهموا ونسأل الله عز وجل ونسأل الله عز وجل ونسأل الله عز وجل state-of-the-art school and hire the best of teachers $1,000 a month for your child for every child we couldn't pay the 50 bucks you think you're going to pay the thousand for every child? be realistic yes we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy and inshallah we will get there but we're not there yet وَهُنَاكَ أَمْرَانِ آخِرَانِ مُهِمَّانِ جِدًّا سَأَذْكُرُهَا عَلَى السَّرِيرُ two more quick but important matters that I have to mention الأمر الأول يتعلق ببناتنا الغاليات the first is to do with our precious daughters يَا أَحْبَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَتْرُكُوا بَنَاتِكُمْ تَخْجَلُ مِنْ حِجَابِهِنْ وَلَا أَنْ تَتَنَازَلَ عَنْ حِجَابِهِنْ الحجاب الشرعي فخر فخر وجزء من ديننا الحجاب الشرعي جزء من هوية نسواننا جزء من هويتهن بناتنا البالغات خصوصا لا يجوز شرعا هذا حكم شرعي لا يجوز لهن أن يخرجن من البيت أمام الرجال الأجانب بدون حجاب لا يجوز شرعا وهذا الحكم يعرفه كل منا فخروجها بدون حجاب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب وعلى الأمهات أن يعلمن البنات هذا الحكم وأن يعلمنهن الحجاب الشرعي وَضْعُ قِطْعَةَ قِمَاشٍ عَلَى الرَّأْسِ لَيْسَ بِحِجَابِ عَلِّمُهُنَّ ذَلِكَ The first matter pertains to our precious daughters Do not allow your daughters to be shy and ashamed of the hijab Do not allow them to compromise and give up the hijab The proper Islamic hijab Is a source of pride for them It is part of their identity And especially your daughters Who have reached puberty Know that Islamically It is haram It is forbidden It is impermissible for them to leave their homes And be in front of non-mahram men Without the hijab It is forbidden It is a grave sin It is a disobedience against Allah subhanahu wa ta'ala And mothers in particular Need to teach their daughters this ruling And they also need to teach them What proper hijab is Throwing a scarf on the head Is not hijab Hijab is about a lot more than that There is another time to discuss that Although I think we have talked about it before And the second time to discuss that And the second time to discuss that Is what is related to the relationship between the children and the children and the children Do you see the women And she is not أراهن يلبسن شيئاً بسيطاً من اللباس هي شبه عارية هل تحدثنا معهم عن غض البصر؟ هل تحدثنا معهم عن عدم جواز صحبة البنات؟ يعني هذا الكلام مع الصبيان ومع البنات هل أكدنا عليهن أمر الحجاب؟ وأنها لا تخطلت هكذا مع الرجال مع الشباب هذه العلاقات سواء كانت في المدرسة أو خارج المدرسة وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي with our sons and daughters just because they do it in this society doesn't make it right have we talked to our sons about lowering their gaze especially look at the place that we're living in where many of the girls coming to school are scantily dressed have we talked to them about lowering the gaze غض البصر؟ how many of us truly have had that conversation with them؟ هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وأن يوفقنا لتربيتهم تربية إسلامية حسنة أقول القولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداء الدين وأهلك الزنادق والملحدين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وانصرهم على عدوهم وعدوك يا عزيز ويا قوي اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم خذ بأيديهم وعجل بنصرهم يا عزيز ويا قوي اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم ورد كيدهم في نحورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله